بعد ما نعبت في النادي الاهلي الاهلي ومنتخب مصر انت نعبت ثمان سنين تعريبا حققت فيهم سبع بطولات مش كده؟ اكتر هره كم بطولة؟ في حدوث 11 انا بكلمة على الدوري العام كم؟ الدوري ثلاثة تعريب أنا بابا بفتكرش بس في التاريخ شفتها يعني عبت افريكري كل مكاس مصر ومكاس مصر ومكاس أفريقيا ومكاس الكوس وكاس الكوس ومكاس اتنين وكاس الـ وكاس الـ حوالي 11 حوالي 11 حوالي بطولة في 8 سنين إيه البطولة اللي انت يا حمادة وانت يعت كده بتيجي في أزهانة كده وبتفكر فيها وبتقول لي ها ده من جريبينا اللي انت كنت بتعتز بيها قوي في النادي الاهلي ممكن بعتز ببطولة أفريقيا الطال بس في المشوار بتاعها عشان كان في نص كان فيه كوتوكو كان كوتوكو ساعتها كسب الزمالة الخمسة طريبا ومعدين هما كسبوا هناك خمسة لا خرج الزمالك خرج الزمالك وقابلنا احنا في قبل النهائي والمباراة التانية عنده اللي حصل لها المشاكل القولة كانت هناك سيبنا في نصف وان احنا بطلنا انت كنت بطلت والمباراة التانية كانت في كوتوكو طبعا واو منزلنا جي جون فينا تقريبا وقالنا بس هتفتح هتفتح زي الزمالك وفريق قوي جدا طبعا كان فريق مرعب اه طبعا عشان تكوتوكو كان متخب غانا اه كان متخب غانا وانا عملت مباراة رائعة قبل المباراة كان فيه مشكلة عندي في النادي مين بقى مين كان مدرب معاكو ساعتها كابتن انور سلام كان فيه مشكلة مع كابتن انور سلام تخليقتي مع كابتن انور مش خناقة خناقة اه انا كنت راجع من اصابة اه ما عصدش كدا باقول له كابتن يلعبني بكرة هقول يا خلينه في مكان يدبر والنيس راجع من اصابة معاذجبوش الكلام نحظت شدة مم استبعدني خالص خالص من الفوت اه استبعدني يعنى كان الكابتن tecnologia سلام كابتن سلاح حسني اه وكان الكابتن طريق سليم بالضبط كده انزلت في اتمرن مع كابتن برامع أفسامد وكان فيه مباراتكو توقف مصر ملعبتش انا المبارة الاولى وفيه لعيب جامد قوي راس حربة وكان دي تقريب حاجة كده خو جدا فكابتن الخطيب قال لكابتن أنور لازم حمادي يبقى موجود معنا في المقرات التانية كان الكابتن الخطيب عوض باقي الزارة ومش فاكور لا ولا كان بيلعب كان بيلعب قال السنة دي هو بطل بعد البطولة دي قال لازم حمادي يبقى موجود انا كنت عادت فترة مع الفريق التحت اتبقى ماتشاط ودية فكانت بري مع اب صمت ادى تقريب كويس اللي انا بطمارن كويس ومتزم وماتشاط ودية وبتاع فاستكفوا بإيقافي ده وإذا رجعت معهم اتمرنت تابرينة واحدة قابل من سافر الكتوب وما كانش بيكلمني كابتن أنور خالص وانت موجود معا في الفرق ويقول محاضرة ويقول الأسماء ويكتب بس اسمي وانت متقبل كل ده كله انا عايز العب عملت مباراة عالمية واتغلبنا واحد صفر وصعدنا لما دخل فيها الجيش والدخابات وحاجات زي كتير وكان ساعته حقصم لي مبلغ خبير انت عارف كون المبنينة بط حوالي ٢٥٠ كان حقصم لي ٥٠٠٠ جنيه انت يعني بقى بتلسى متجوز بتلهب بتلسى متجوز بتلسى متجوز يعني انت بطيق 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 اي هو واخدت اخدش مكافئيات بتاعها كده صبر يعني الجلد وصبر صعيدي بقى بتاعها عن الجلد فبعد المباراة طبعا اول تمرين كابتن طريس دي منزل ملعب هن الفرقة كلها وقال في مكافئة خاصة الحماسي دي ٥٠٠٠ جنيه يعني الله عوض الله يعني الحمد لله طبعا روح تلاجع تعليم الموضوع بصديق الصدوك كابتن الله والسلامة وحبيبي يعني اختلاف النظر ما دي ما تخليكش تبعد عن تركيزك في التمرين بالعجل دي تكدافع انك ترجع تاني وتلعب وتحطي اساسي ويجبني اتقالبت معايا بينيا باصحاف جدا مع بعض وصرفت الخنسب الجنيه في ايه يا عم كتاك كتبس متجوز طيب